أهلا بكم من جديد أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن زيادة أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج بنسبة تفوق مئة بالمئة خلال الفترة منذ يناير مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر إبريل الماضي قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020 بواقع 1080 مستفيدا في الأربعة شهور الأولى من 2021 مقابل 526 شخصا للفترة ذاتها من 2020 وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن إجمالي المبالغ المصروفة كمنح زواج للشباب المقبلين على الزواج منذ الأول من يناير حتى 30 من إبريل 2021 وصلت إلى 75 مليون و600 ألف درهم للشباب المستفيدين من منح الزواج وأشارت إلى أن مبدأ ورؤية عمل وزارة تنمية المجتمع تقوم على أساس أسرة متماسكة مجتمع متلاحم وهذا الواقع يتعزز بتشجيع الشباب على الزواج من خلال الدعم الحكومي كما أعلنت معاليها عن توجهات استراتيجية وخطط تثقيفية وتوعوية وترويجية لدى وزارة تنمية المجتمع لتحفيز ومضاعفة أعداد المستفيدين من منح الزواج بما يضمن زيادة إقبال الشباب على الزواج وتكوين أسرة إماراتية مستقرة ترجمة نانسي قنقر